اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد من جديد في لقاء جديد مع القصة الرائعة قصة الكنيسة بحسب ما وردت في سفر الاعمال واليوم نبدأ صفحة جديدة من خلال الاصحاح الثاني عشر من سفر الاعمال وانا اتساءل كعنوان لهذا الاصحاح من البطل هيرودوس ام بطرس من البطل هيرودوس ام بطرس البشير اللوقة وهو بيوسق تاريخ الكنيسة الاولى كان يركز من بداية السفر على خدمة الرسول بطرس اخبار خدمته ملقت صفحات سفر الاعمال حتى الان باستثناء خطاب استفانوس في اصح سبعة وخدمة في لبس في السامرة في اصح تمانية وتجديد شاول في اصح تسعة وبعدين اعتبار المصحاح تلتاشر والى اخر السفر هيكون تركيزه على خدمة الرسول بطرس باستثناء المجمع المسيح الاول في اعمال خمستاشر يبدو انه لوقة قصد ان يختم اخبار خدمة الرسول بطرس بهذا الموقف الغريب لانه هبت عصفة جديدة من الاضطهاد على الكنيسة بقيادة هيرودس الملك واضح انه كان بيستهدف في البداية قيادات الكنيسة المعروفين يمكن اعتقد انه القضاء على القيادات هيخلصوا اليهود معه من التواجد المسيح وكله فماذا حدث اقول انه مع بداية هذا الاصح نرى هيرودس القاتل هيرودس القاتل اية واحد واثنين وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة فقتل يعقوب اخ يحنى بالسيف واذ رأى ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا وكانت ايامه الفطير هيرودس هذا هو هيرودس اغرباس وده حفيت هيرودس الكبير المسكور عند ميلاد شخص الرب يسوع في متة اتنين واللي امر بقتل اطفال بيت لحم اعمامه ارخلاوس وهيرودس انتباس اللي قطع رأس يحنى المعمدان وهو ابن اريست بولوس الذي قتل بيد جديه هيرودس الكبير واخته هيرودية اللي طلبت رأس يحنى المعمدان اما اولاده فهم اغرباس وبرنيك المسكورين في اعمال خمسة وعشرين وبكده يكشف لنا التاريخ ان تاريخ العائلة وفضاعة الشر والرغبة الشديدة في القتل حتى لاقرب المقربين ده تاريخ هذه العائلة الشريرة بعد مقتل اخيه ريست بولوس ذهب هيرودس اغرباس مع امه الى روما وكبر وتعلم هناك واعاده الامبراطور كاليجولا بعد ان منحه لقب ملك وملكه على بعض المناطق في شمال سوريا والجليل وبيرية ولما صار كوليديوس قيصر امبراطور سنة واحد واربعين اضاف الى هيرودس هذا منطقة اليهودية والسامرة وشعر اليهود انه فرض عليهم عشان كده ما كانش محبوب او مقبول منهم لا سيما في ايامه الاولى والحقيقة بز الجهد كبير علشان يتقرب من اليهود حتى انه في احد الاعياد زي عيد المظال امسك بالطورة وقرأ قانون تدبير المملكة اللي في تسنية 17 ولما جه لنص الاية اللي بتقول لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخاك بكى بكاء مسموع امام الشعب استذكر انه ينتمي العائلة ادومية ودي عائلة الهيروديين بالطبع كان بكاء نوع من الرياء لارضاء اليهود لكن الشعب صرخ بصوت عالي لا تجزع انت اخونا ايضا وهكذا التسع ملكه علشان يشمل جميع الاراضي اللي كان بيحكمها هيرولوس الكبير جده ودي محاولة جديدة لكسب رضا اليهود قتل يحنى قتل يعقوب معذرة وده يعقوب ابن زبدي واحد من التلاثة المقربين من المسيح وقتلوا بالسيف بنفس الطريقة اللي عمه هيرولوس انتباس قتل يحنى المعمدان واعتبر يعقوب الحقيقة اول من مات شهيد من الرسل والبعض يرى ان اخا يحنى هو اخر من مات من الرسل بعد اضطهاده ونفيه في جذير البطمص وده كان تحقيق لقول المسيح لستم تعلمان ما تطلبان اتستطيعان ان تشرباء الكاس التي سوف اشربها انا وان تستبغاء بالصبغة التي استبغ بها انا قال له نستطيع ده في متى عشرين وآية 22 وبكده اجتمع معا في هذا الهيرولوس ده وفعه وميوله للقتل مع رضا اليهود الى الاستمرار في الرغبة من الانتقام وقتل المسيحيين ده هيرولوس القاتل لكن الاصرح اللينا كمان عن هيرولوس السجان اللي لما شاف قتله ليعقوب يرضى اليهود عاد فقبض على بطرس وامسكه ووضعه في السجن ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب يبقى ماشي في المخطط بتاعه علشان يكسب رضا اليهود وليكن المسيحيون هم كبش الفداء كان رد فعل اليهود من قتل يعقوب ايجابي فقرر انه هو يعمل نفس الشيء مع بطرس لا السيامة انه بطرس كان بالطبع في مركز القيادة في الكنيسة وزيارته الاخيرة زيارة بطرس الاخيرة الكرنليوس اكيد اصارد غضب اليهود اكثر واختار هيرودس بعناية ايام الفطير ودي الايام السبعة التي تسبق عيد الفصح تبدأ من ليلة الفصح 14 من نيسان الى 21 من نيسان يزداد عدد الزوار لارشالين انتشر النبأ بما يوحي انه مهتم وغيور على الدين اليهودي وبصفة خاصة ضد هذه الجماعة المسيحية الجديدة والناس بتالت تفهم انه كأنه بيحافظ على التقاليد اليهودية واللي بتقضي بعدم المحاكمة او القتل في ايام العيد بالتأكيد لنفس الغرض الدفين في نفسه ارضاء اليهود عشان كده وضع بطرس في السجن على ان يقدم بعض الفصح الى الشعب في محاكمة علنية وهدف النهائي ان يفعل به كما فعل بيعقوب ده هيرولوس السجان بعد ما شفناه كمان هيرولوس القاتل تعالوا نشوف بطرس السجين وفي هذا الاصرح من اية خمسة الى اية تمانية نقرأ هذا المقطع اللي بتكلم عن بطرس وهو في السجن فكان بطرس محروسا في السجن واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة الى الله من اجله ولما كان هيرولوس مزمعا ان يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت فضرب جنب بطرس وايقظه قائلا قم عاجلا فسقطت السلسلتان من يديه وقال له الملاك تمنطق والبسن عليك ففعل هكذا فقال له البس ردائك واتبعني غالبا هيرولوس يعني اعتبر بطرس من المساجين الخطرين جدا فوضعوا تحت اقصى درجات الحراسة اربعة حراس يتناوبون الحراس عليه بالدور وفي كل عدد محدد من الساعات ست ساعات يربط من يديه باثنين من العسكر وفي اتنين على باب الزنزانة بتاعته هذه الاجراءات اكيد اعطت لهيرولوس انطباع انه سيد الموقف وانه بيدير شؤون البلاد باقتدار وانه البطل الذي يشار اليه بالبنان ويحب اليهود قد نال رضاءهم هكذا اعتقد احنا بتكلم في موضوعنا اللي بعنوان من البطل هيرولوس ام بطرس الى الان هيرولوس يظن انه البطل انه من بيده الكلمة الاخيرة كانت خطة هيرولوس الحقيقة انه بعد اسبوع العيد ينتهي بطرس كما انتهى يعقوب لكنه كان يخفي اه اه على هيرولوس انه فيه كنيسة بتصلي بلاجاجة الى الله من اجل بطرس لكن سجن بطرس لم يكن جديد عليه ولا على الكنيسة هو اتسجن مرتين قبل كده واخرجوا الرب في عمال اربعة وعمال خمسة والكنيسة لا تنسى انه بعد اطلاق صراح بطرس ويحنى من الحبس اجتمعوا مع بعض في اجتماع صلاة وفيه اعلانوا ان الله وصاحب السيادة والسلطان وان هيرولوس انتباس وبيلاطس البنطي والامم واسرائيل الذين كانوا معا ضد يسوع لم يفعلوا زي ما بنقر في اعمال خمسة دسعتاشر سوى كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون تذكر الكنيسة انه في السجن التاني للرسل اتى ملاك الرب وفتح السجن واخرجهم يعني افلا يستطيع الرب ان يفعل هذا مرة اخرى اظن هكذا كانت الكنيسة تصلي وهي عندها ثقة انه الرب يقدر مرة كمان يخرج بطرس من السجن وصفت صلاتها بلا جاجة نفس الوصف لصلاة المسيح في بستان جس سيماني اذا نحن امام قوتين مختلفتين قوة هيرولوس وسيفه والسجن المشدد وفي المقابل الكنيسة المصلية وهي بذلك تملك قوة اكبر نرجع لبطرس في الزنزانة بتاعته تحت الحراسة المشددة نجده نائما مربوطا من يديه مع عسكر الحراسة لكنه يشعر بطمأنينة كاملة فينام ويلذ نومه في موقف مشابه وصف البشير لوأة بولوس وسيلة وهما في السجن الداخلي وانهما كانا يصليان ويسبحان الله والمسجنون يسمعونهما كان لسان حال الرسول بطرس زي ما قال المرنم في مزمور اربعة وآية تمانية بسلامة اتجع بل ايضا انام لانك انت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني لكن فجأة ظهر ملاك الرب في المكان طبعا يرافقه نور خاص اضاء المكان وبطرس يغط في نوم عميق يبدو ان هذا النور كان يحاصر بطرس وحده كان مثل النور اللي انار مساكن بني اسرائيل بينما كان الظلام يعم ارض مصر لوأة هنا والذات في آية سبعة يستخدم تعبير مشابه لما كتبوا في انجيله عند ظهور الملاك للرعاة ليخبرهم بميلاد المسيح في لوأة اتنين تسعة كتب نفس البشير لوأة هذه الكلمات واذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم لكن يبدو ان بطرس لم يستيقظ من النور فضرب الملاك جنبه ايقظه قائلا قم عاجلا فسقطت السلسلتان وهنا يليق بطرس انه يشترك مع المرنم طبعا ابتدى بطرس يدرك ما يحدث ممكن يقول مع المرنم حللت قيودي سقطت السلسلتان هل سلاسل هيرودس تعيق عمل الله المخلص لا يمكن يأتي الله ويسقط هذه السلاسل يمكن بطرس بعد كده تعجل الخروج فالملاك قال له ارتدي سيابك والبسنا عليك وكل ده يؤكد حقيقة ما يحدث لان الرب الاله بيتدخل الان ليخرجه من السجن لم يكتف الملاك بهذه الاوامر بل قال له اتبعني يمكن في اللحظة دي جي في زهن بطرس الكلام اللي قاله الرب للشعب في القديم قال لهم انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته او يمكن تذكر دعوة الرب ليه لما الرب قال له في يحنى 21 واية 22 اتبعني انت فالملاك هنا بيقول له اتبعني بعد ما لبس ثيابه وضح حزاؤه في رجليه قال له الملاك اتبعني من البطل هيرولوس ام بطرس هيرولوس بكل قوته بكل ما فعل هذا المشهد الاخير يؤكد انه لم يكن البطل لم يكن له سلطان حتى على سجنه وحتى على حراسه وحتى على القيود اللي قيت بيها بطرس لان قوة الصلاة اعظم وقوة اله بطرس اعظم حبائي نؤمن انه يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد اللي كان مع بطرس في هذا الموقف الرهيب هو هو مع شعبه الان هو هو معك حتى وان كنت في ضيقة تشابه السجن سيأتي ويسقط قيودك وتقدر تقول مع المرنم حللت قيودي سقطت السلسلتان وخرج بطرس خارج السجن وللحديث بقية في مثل هذا الوقت من الاسبوع القادم بمشيئة الرب والى ذلك الحين استودعك لنعمة القدير والرب معك اشتركوا في القناة